أعرب اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته بسيطرة الفريق الملكي للقدرة على المراكز الأولى في بطولة الأردن الدولية للعموم والناشئين وحصول الفريق على ألقاب سباقات 120 كم للعموم و120 كم للناشئين و100 كم في البطولة التي شهدت مشاركة واسعة في العاصمة الأردنية وأكد اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذه النتائج تجسد مكانة رياضة القدرة البحرينية في المشاركات الخارجية والتي تحظى برعاية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأوضح اسم الشيخ ناصر بن حمد أن الفريق الملكي حقق مكاسب البطولة عبر تأهيل الفرسان والجياد لبطولة العالم القادمة للناشئين وترجم الطموحات العالية للفريق وحرص الفرسان على التواجد على منصة التدويج دائما مشيرا سموه إلى أن هذه النتائج دافع كبير للفريق في مؤصلة تحقيق الأهداف خلال الفترة القادمة وقال سموه سعداء بالنتائج الإيجابية التي حققها الفريق الملكي في بطولة الأردن حيث أن هيمنة الفريق على السباقات تعزز من مكانة رياضة القدرة البحرينية في مشاركاتها الخارجية لسيما أن الفريق دائما ما يدخل البطولات للمنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية وأضاف اسمو الشيخ ناصر بن حمد وضعنا العديد من الأهداف قبل البطولة ونرى أنها تحققت ولله الحمد حيث سيصل الفريق إلى البطولات القادمة في كامل الجاهزية خاصة أنه مقبل على مشاركات جديدة سيسعى فيها لمواصلة قصة النجاح التي يعيشها الفريق وتابع اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التميز الذي يحظى به الفريق نتيجة الروح والأسرة الواحدة التي يعيشها في البطولات الخارجية حيث نرى الجميع يعمل على قدم وساق من أجل هدف واحد وهو تشريف المملكة في المحافل الخارجية ونشكر جميع أفراد الفريق على جهودهم الكبيرة وأشاد سموه بالجهود البارزة التي بذلها الفرسان وحرصهم على تقديم أفضل المستويات في جميع مراحل البطولة متمني سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح هذا وحرص اسمو الشيخ ناصر بن حمد على توجيه الفرسان خلال المراحل من خلال المتابعة المستمرة مع بعثة الفريق الملكي حيث ساهمت هذه التوجيهات بوصول الفريق إلى تحقيق المراكز المتقدمة والصعود على منصة التتويج هذا وتمكن الفارس عثمان العوضي من تحقيق المركز الأول في سباق 120 كم للعموم وفي المركز الثاني الفارس أحمد صالح يوسف والمركز الثالث الفارس حسن عصام مكي وفي فئة الناشئين تمكن الفارس ناصر حمد القحطاني من تحقيق المركز الأول والثاني الفارس سلطان عبد العزيز لرمحي والثالث الفارس جاسم خليفة راشد وفي سباق 100 كم استطاع الفارس محمد إبراهيم لسباعي من تحقيق المركز الأول وبعد ختام البطولة تم تتويج الفرسان الفائزين بالمراكز الأولى حيث قام الدكتور خالد أحمد حسن وتوفيق الصالح مدير المكتب الأعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات ونور الرفاعي أمين سر الاتحاد الملكي الأردني للفروسية بتتويج الأبطال بالمراكز الأولى المشاركة الثانية في أغلب من شهر في المملكة الأوروين الهاشمية الهدف طبعاً أن نحن نكمل التهيير المطلوب لفرسان الناشئين للمشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين اللي بتكون في هولندي في شهر 9 فكان واجب علينا أن نترك خيلنا هنا ومعمود الرفيننا وما بعد ذلك بعد الرحل الإجباري المطلوبة من الاتحاد الدولي تطلب مننا أن نشارك مرة ثانية الرعاية كانت رعاية سمو الشيخ ناصر لهذا السباق بتوجيهات أن تكون هذه رعاية مدعومة من الفرغ الملكي لفرسان وفارسات المملكة الأوروينية الهاشمية أولاً شيء الحمد لله رب العالمين وهي تفقيق من رب العالمين وبركاته جهة سمو الشيخ ناصر لنا طول مراحل السباق طبعاً هاي ثاني مشاركة لنا حق الفرغ الملكي على أرض الأردن كانت مشاكل أولية من صلاة 100 كيلومتر وكانت طبيعة الأرض صعبة وشيء جديد علينا فمشينا حسب الخطة المدروسة واللي كانت تصير أبديت أول بول بين مراحل من قبل سمو الشيخ ناصر بنانا معطياتهم الجرية السباق والحمد لله هاي التوافق من رب العالمين وحصاننا على المركز الأول والثاني فرغ الفكتوريس توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة اللي يطول بعمرة ما قصروا يانا وتوجيهاته وصلنا للمرحلة وصلنا حق هالمركز هالحصان من إنتاج البحرين من إنتاج محالي من فريغ الملكي البحريني والحمد لله اليوم بيض الواي أول مياه يفي هالمركز الخامس واليوم ثانية مياه مقاصر لحصان المركز الأول صعب هذا صعب وليس صعب هالجاو الأرضية أمارة تركت بير خير متعودة لأرضية يعني